اشتركوا في القناة في عرض كلمته في المؤتمر قال الدكتور محمد قورماز رئيس الشؤون الدينية التركية السابق ان الامة الاسلامية بحاجة الى رؤية مقاصدية شاملة عن الشريعة تزيح عنها التطرف او تميع الهوية نحن كامة مسلمة نحتاج الى هذه الرؤية الشاملة لكي نتجنب من الانزلاقات الفكرية والعملية من الغلو وتطرف باسم الغيرة على الدين ومن التمويع الميوع والتسيب باسم الحداثة او عقلانية مزعومتين مقاصد الشريعة لا تنفصل بطبيعتها عن حاجة الانسان في تنظيم حياته وجعلها اكثر يسرا وملاءمة لظروفه الراهنة هكذا لخص الدكتور ريح يطائي المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين واحدة من مقاصد الشريعة في ورقته البحثية حلم المقاصد ينفعنا في مسألة مهمة ان ندرك الاحكام او كيف نحكم في قضية لا نص فيها فكل الاحكام التي ترد لا يوجد فيها نص نعود الى مقصد الشارع فمن خلال مقصد الشارع نعرف الحكم الشرعي الذي ينطبق على هذه الحالة اما محاور مؤتمر الرؤية المقاصدية فقد تناولت التعريف بالمقاصد الشرعية واثرها في العلوم الشرعية ثم ارتباط هذه المقاصد بقضايا الامة المعاصرة وفي ختام الجلسة الاولى للمؤتمر اثنى امين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان فاعوري على دور هيئة علماء المسلمين في دعم المؤتمر والمشاركة به بجانب دعمها لقضايا الامة الاسلامية نحن نتشرف بان نعقد هذه الندوة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق هذه الهيئة التي منحرفت يوما عن بوصلة وطنها وامتها والتي كانت دائما منذ انطلاقتها مع مؤسسها رحمه الله الدكتور حارث الضاري كانت تدور مع قضايا الامة ومع ثوابت هذا الدين ومع ثوابت المصالح العليا لشعب العراق ومن المقرر ان تستمر جلسات المؤتمر حتى مساء الثلاثاء اذ يناقش العلماء الحاضرون مجموعة من الورقات البحثية حول علم المقاصد الشرعية وغاياته